العيون ورمضان والسيام إيه اللي إحنا ممكن نعملو؟ إيه اللي إحنا مش ممكن نعملو؟ نأخذ أطاراتنا في موعدها نعمل عملياتنا بينجم موضعين في موعدها ما عندناش مشكلة في ده وهفكركم بالطريقة اللي نحط بيها الأطارات إزاي نحط الأطرة زي نمنع الأطرة لتنزل الحل ومنحسش بطعمها ونزود فعالياتها علينا وده يريد الطريقة اللي نستخدمها في وضع الأطارات عموما لو إحنا عملنا كده الحقيقة إحنا عنداش مشاكل دايماً ويحط الأطرب رأسنا معينة شوية الوراء الجفن اللي تحت مجدود ويحط نقطة واحدة فقط تكفي مش زيادة عن نقطة واحدة وبعد ما نحط النقطة ما نعودش بربش نقفل الزاوية الداخلية للعين عند زاوية العين الداخلية في العين اليمين وفي العين الشمال يعني بليز يا جماعة هو ده اللي يمنع لمدة 1-2-3-4-60 أما نيجي نحط المراهم المراهم بتحط قطعة صغيرة ما نعودش نفضي أمبوبة المرهم في منتصف الجفن التحتاني جوه العين ما حادش يقول لي بقى إيه عايز أرجع عايز أحط المرهم من بره يا دكتور بعد العملية ولا بتاع يا جماعة لأ لو في حاجة غير كده لو في جرح على الوش ماشي جرح بتاقضاء دمعية غداء دمعية جرح مش عارب بتاعت التجميل فوق ولا تحت إزالة ورم كلام ده جرح على الجلد نحط المرهم على الجرح لكن غير كده المرهم بتحطي ورأي باي